كان طالع مع جيل جميل جداً عمل مباريات جيدة ولكن كمان على المستوى الرفاهية والفكاهة خارج الملعب كان جيل ما تقررش زيه تكلم على عفرته وأحمد شكري سعدي سمير يعني كذا اسم كده أنا هقدمه وهو بقى يفتكرين الأيام الجميل دي وأكيد بقى الجيل ده لما جه في وجود محمد بركات وأحمد حسن وإينو مش عايز ألوكو تكت قط اللبس عاملة ازاي معايا ومعكم النهاردة في برنامج التريند الكابتن مصطفى عفرته عفرته وازايك منور الدنيا وصعداء بوجودك النهاردة في بيتك في قناة النادي الأهلي حبيب يا محمد ودايما متقلق وأنا سعيد إلا أنا موجود معاك وبجد يعني ببقى أسعد واحد في الدنيا لما ببقى متواجد في القناة بتاعت بيتي ودي حاجة يعني الحمد لله فضل لك يا رب بتحسسني بالفخر وبالاعتزاز بجد قد إيه الواحد دايما بينتمي للنادي الأهلي فدي نعمة كبيرة جدا الحمد لله اللي إحنا من صغرنا وإحنا الانتماء بتاعنا بيزيد كل ما نكبر للنادي الأهلي أكيد طيب أنا بتكلم بقى على الفترة دي فترة كانت مميزة مش في ملعب بس ده داخل الملعب وخارج الملعب جيل طالع فيه عنده روح الفكاهة شوية أنت وسعت ساميكو بتعملين دويتو منخص نحظكو كان موجود بركات فيعني مش عايز أقول لك إيه كان معمول مصرح فاكر الأيام دي فاكر طبعا أيام من أحلى أيام حياتنا يعني في الكورة لأن انت كنت بتتكلم دلوقتي يا محمد إحنا كنا مع جيل مش هتكرر كتير منه معك كابتن محمد أبو تريكا كابتن واي الجمعة كابتن أحمد حسن كابتن محمد بركات كان كابتن سيد معوط كابتن شريف عبد الفضيل كابتن أحمد فتحي كان معك ناس عملكة يعني فعمرك ما تنسى الزكريات وبالتحديد كمان كابتن محمد بركات هو الواحد من الجيل دلد كان يعني إيه داخل من حد الوقتي والغد الوقتي الحد الوقتي أيها كابتن محمد بركات دمه خفيف جدا ولكن اللي ما حدش يعرفه عن كابتن بركات لما كنا نبقى عاديين بره على الدكة بنهزره في قط اللبس أول ما ينزل الخطة محمد الإنسان ده بيتحول بنشوف واحد تاني تكالم وضربه وخبته وكل حاجة تتخيلها بيعملها جد جد والهزار هزار فتعلمنا بجد قد إيه إمتى نتحك إمتى ناخد الأمور بتاعتنا في شغلنا بجد فتعلمنا حاجات كتير قوي يعني بصراحة وذكرات كتير جميلة بقى ومش عايز أقولك على الكوارس بتاعت ساعة دي يعني لا ساعة ساعة الغد دلوقتي حاجات عنده على كتوب ومزهركش آه طبعا صح؟ إنت عارف طبعا معنا فيديو كنا مع المنتخب في فرنسا قبل كاس العالم عملنا فيديونا وهو كده هو محتفظ به استحالة ينزله استحالة فكنا بنقلت بردك الفنان محمد هنيدي فكان من الصحب اللي ساعة ينزله ده بصراحة ده الحاجة الوحيدة اللي ظهرت لما كنت ساعتها بتحتفل بطولة الدوري أي كنت ساعتها عند حمام السباحة همار راح داك لك دخل معرفش مركب ايه فاكر انت المشاهد كان كابتن محمد بركات ساعتها حطيلي مخدة كده ما بيني جوة تشيرت وكنا بنقلت قال لنا كنا واخدين الدوري بالتحديد الدوري الخمسة وتلاتين فكنا بنحتفل بقى مع بعض وكده وكان الناس كلها قاعدة ومبسوطة وكبات كلها فقال لي يلا نعمل أنا وانت وساعد حاجة كده نرفع الناس شوي فعملنا المشهد أنا وساعد بتاع محمد هنيدي وهو كان كابتن محمد بركاته هو اللي اختار اللي يحطيلي جوة تشيرت المخدة دي طيب اينو برضو كان من ضمن المجموعة اللي كان داخل معاكو في نفس التفاصيل دي اينو دمه خفيف جدا اينو لحد الوقت يعني حتى لما بنتقابل بجد من أخف الناس اللي انت ممكن تقعد معاها يعني ما تزهقش من اينو بجد انه كان دمه خفيف وكان دايما يعمل فينا مقالب مقالب اه طبعا كان ساعد اللي بيعمل أكتر ولا اينو لا ساعد ساعد بصراحة اه ساعد رقم واحد ساعد كان القبول ده بتاع ربنا على فكرة انك تحب حده وتتقبل منه والهزار بتاعه ده دي بتبقى صعبة محمد على فكرة لازم ان حد انت بيبقى فيه متقبله وعنده قبول فساعد كان على طول كل الناس بتحبه حتى النشئين الصغيرة لما كانت بتطلع علينا كان ساعد بيحتويهم وبيحبوه فساعد بصراحة من الناس اللي هي مش عايز اتكلم عليه كتير اوه عشان هو يعني شاهدتي فيه مجروحة بس هو بجد ساعد قديه ابن اصول قدي ايه جدع قدي ايه بير باهله قدي ايه في حاجات كتير صفات في ساعد محدش يعرفها بالجانب الانساني ساعد بجد خير وانسان راجل بمعنى الكلمة يعني اشتركوا في القناة